وعلى نسب مشاركة لم تتخطأ 8.8% أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت أمس حيث شارك فيها أكثر من 800 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم قبل أغلاق أبواب مراكز الاقتراع بساعتين رغم أن من كان بإمكانهم التصويت لاختيار ممثليهم من بين 1058 مترشحا يفوق عددهم التسعة ملايين ناخب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وخلال مؤتمر صحفي تلغلق مكاتب الاقتراع أقر بضعف نسب المشاركة لكنه اعتبرها أيضا غير مخجلة وأكد أن ما ميزها هو أنها أول انتخابات نظيفة بلا مال سياسي فاسد وأيضا نقي من توظيف الإعلام خلافا لما شهدته البلاد خلال العشر سنوات الماضية ورغم إشادة الهيئة إلا أن العملية الانتخابية لم تخلو بحسب مراقبين من رصد بعض المخالفات للتأثير على ميزاج الناخبين في بعض المراكز في المقابل طالب ائتلاف جبهة الخلاص المعارض للرئيس قيس سعيد والتي تضم حركة النهضة وأحزاب أخرى طلبوه بالاستقال من منصبه معتبرنا أن نسبة المشاركة المتدنية أفقدته شرعيته ودعوا إلى احتجاجات واعتصامات للمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة